في ملفنا السياسي حيث شدد رئيس الوزراء محمد شيعا السوداني على ضرورة الإسراع بحسم ملف استحقاق رئاسة مجلس النواب والمتبثل باختيار رئيس جديد للمجلس بعد تعثر دام أكثر من تسعة أشهر وأكد أيضا موقفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والوطنية في هذا الملف أشعر أيضا إلى أن الحكومة تنتظر هذه الخطوة المهمة من أجل تقدم إلى مجلس النواب لإقرار تعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء على أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلس النواب إذ نقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية ونصطف دائما إلى جانب خيارات شعبنا وما تمثله الأغلبية الدستورية داخل المجلس الموقر وأن الحكومة تنتظر هذه الخطوة المهمة من أجل التقدم إلى مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء والذي يهدف إلى تعزيز قدرة اتخاذ القرار وزيادة الفاعلية الحكومية واستجابة الوزارات وأجهزة الدولة بشكل أكثر كفاءة لما يريده الشعب العراقي وبدأ يرى نتائجه المبشرة ترجمة نانسي قنقر